عندك تغيير واحد كل جولة وعندك إصابات أو إيقاف محتار تجيب مين وياترى مناسب ولا لا وخايف تضيع عليك نقاط ومتخوف كمان تجيب واحد وما يلعب أو يخذلك وينقص سعره السلام عليكم وبركاته وحياكم الله المتابعين قناة قايد لين سفورت في كل مكان أهلا وسهلا بكم اليوم نتكلم عن فقرة الفانتسي فهيا بنا معا وزي ما قلنا اليوم راح نتكلم عن اللعيبة الديفرينشل أنا إن شاء الله سيكون تخصص ديفرينشل حجيب لك اللعيبة اللي ملكيتهم أقل ولعبهم كثير ويجيبوا لك نقاط كثيرة بإذن الله وراح ننكز على النقطة هذه بالذات هذا التكتيك مهم جدا عشان نعوض خيبة الجولات الماضية ونربح نقاط إضافية مو بس كده أنا هأعطيك خيارات عشان تقدر تختار من بينهم حسب السعر والفريق وفي جميع المراكز ووضح لك ينفع على المدى القريب ولا المدى البعيد فيه زي كده ولا أحلى من كده معي أنا ملكة ديفرينشل بإذن الله سأجيب لكم خيارات ممتازة جدا ونبدأ بخيارات حراسة المرمى في خيارات حراسة المرمى عندنا الحارس نيو كاسل دوبرافكا حارس ممتاز جدا وسعره مناسب ويعتبر ديفرينشل وينفع معاك لجولتين وعندنا كمان إلى ميليا حارس ليتز يونايتد ممتاز لجولتين كمان حارس ستنهام هوت سبيرس ممتاز جدا لخمسة جولات جاية حيلعب مباراة جاية قدام برينتفورد المباراة الماضية ما لعبها أمام بيرلي بسبب الأحوال الجوية لكن إن شاء الله راح يجيب لك نقاط ممتازة وعندك كمان حارس مرمى مانشستر يوناتد ديخية مباراتهم الجاية صعبة قدام آرسل لكن ما بعد المباراة الجاية عندهم متشات سهلة جدا وأعتقد أنه خيار ممتاز جدا لتصدياته الكثيرة وأيضا لدفاع مانشستر اللي بدأ يتحسن ودايما وصيتي خليك مع الحارس اللي يجيب لك تصديات أعلى لأنه حيحرز لك نقاط أكثر وننتقل لخيارات الدفاع في خيارات الدفاع عندنا تشالوبا مدافع تشيلسي أعتقد أنه خيار جدا ممتاز ولاعب ديفرينشل ويلعب أساسي وتوخل يعتمد عليه دائما وكمان عندك ريقي لون مدافع توتنهام واتسبير ممتاز جدا لستة جولات جاية زي ما تكلمنا قلنا لعيبة توتنهام ممتازين لخمس أو ستة جولات جاية وكذلك عندك مدافع كريستال بلس مارك قويهي اللي مسجل هدف الجولة الماضية وهدف كمان الجولة اللي قبل الماضية ويعتبر خيار ممتاز وكذلك زميله في الفريق يواكيم أندرسن هذول خيارين جدا ممتازين وديفرينشل بملكية جدا قليلة وعندك كمان ريكو هنري مدافع برينتفورد ممتاز جدا جايب هو يهاجم كثير يلعب كجناح أيسر أكثر من أنه يلعب باكيسار فجايب نقاط كثيرة آخر مباراة المباراة الماضية جايب فيها ستة نقاط والمباراة اللي قبلها سبعة والمباراة اللي قبلها بالبونس جايب عشر نقاط فهذه خيارات الدفاع ونتكلم الآن عن خيارات الوسط عندك تياقو الأبكانتارا ممتاز جدا لاعب ليفربول مسجل في الدوري هدف وكذلك في دوري الأبطال مسجل هدف ويعتبر خيار جدا ممتاز لأنه ليفربول في فورما عالية ويهاجم كثير ويشوت من برة لعب جدا ممتاز وأعتقد أنه راح يجيب نقاط كثيرة لصالحك وكمان في الوسط عندك الكايي قوندوغان لاعب مانشستر سيتي خيار ممتاز وأعتقد أنه بيب جورديولا راح يعتمد عليه وعندك اثنين من لستر سيتي هارفي بانس وجيميس ماديسون مقدمين أداء خرافة الجولة الماضية زي ما قدموا أداء كمان جيميس ماديسون بالذات مقدم أداء ممتاز جدا في بطولة الدوري الأوروبي وخذ عندك كمان ماكسويل كورني لاعب بيرلي وخذ كمان هوتسين أودي لاعب تشيلسي اللي بدأ يلاعب أساسي وقريب من المرمى يسدد يراوغ لاعب خطير جدا وكذلك فرانك أونيكا لاعب برينتفورد ممتاز جدا وصانع هدفين في المبارتين الماضية وعندك كذلك لوكمان لاعب وسط ليستر سيتي خيار جدا ممتاز ونتكلم عن خيارات الهجوم في الهجوم فيه لعيبة جدا ممتازين ديفرينشل وأعتقد أنهم هم كمان يعتبرون أفضل من اللاعب اللي أسعارهم عالية جدا مثل هاري كين كريستيانا رونالدو لوكاكو اللي جايبين نقاط جدا قليلة لكن أنا أعطيه لعيبة ديفرينشل نقاطهم جدا عالية وسعرهم رخيص وملكية قليلة جدا وأبرزهم أرماندو بروخا لاعب ساوث هامتون وعنده كمان كريستان بنتيكي ممتاز جدا مهاجم كريستال بلس ومن الخيارات المتاحة أيضا كريس وود مهاجم بيرلي كذلك كالوم ويلسون مهاجم نيو كاسل يونيتد هذولي أنا أعتبرهم ديفرينشل هذه الجولة رقم 14 وممكن تعتمد على أحد منهم ولو عندك لعيبة آخرين مثلا هاري كين مهاجمين ثانين هذولي يعتبروا إضافة للمهاجمين وأسعارهم جدا في المتناول وملكيتهم قليلة وراح يجيبوا لك بإذن الله نقاط مميزة ترفع من ترتيبك وبكذا عندك خيارات للتغيير ديفرينشل ربما تصيب معاك لو عندك واحد منهم وترتيبك يتحسن وتجيب نقاط ولو الحظ وقف بعيد عنك ما راح تخسر كثير ولعبة الفانتسي كلها مغامرة وإثارة ويلا الآن وقت الحب اشتكنات لايك شير واشترك في القناة واكتب لنا في التعليقات وجهة نظرك عن اللعيب اللي ذكرتهم ومين ممكن يكونوا معاهم وما جبنا سيرتهم ومين ممكن تعتمد عليه من اللي ذكرناهم نشوفك الأسبوع الجاي في الجولة رقم 15 ولعبة ديفرينشل آخرين واتذكر أنا بإذن الله ملكة ديفرينشل السلام عليكم